مرصد الإفتاء عامل شغل قويس جدا شغل رائع بيقول تناقل الشائعات محرم شرعا ويساهم في نشر الفوضى وإثارة الاضطرابات ده مركز الفتوى مرصد الإفتاء بيقول المرصد الشائعات تمثل إحدى أدوات حروب الجيل الخامس أنا وقفت عند الحتة دي قلت إيه المرصد ده عنده متخصين جدا عنده ناس متخصصة وأنا أعرف يعني المرصد ده إن شاء الله نعمل الحلقة من عندهم عنده ناس بيعرفوا لغات بيسافروا بيقروا بيتابعوا فعلا المرصد ده خطر جدا ويجب أن يكون مركز ناخد منه ومعلومات لأنها موثقة ومتخدم عليها صح بيقول المرصد بيّن أن الشائعات نوعين مهم جدا الكلام ده على الفكرة نوع الأول شائعات استراتيجية إيه هي الشائعات استراتيجية؟ تستهدف ترك أثر طويل الأجل يعني زي ما واحد كده يقول لواحد أنت يشككه في نسبه ده أنا هاري سويد ده أنا مش أنا ده أنا مش ابن فلان واحد بيشككه في نسبه واحد بيشككه في دينه أنت كافر واحد بيشككه في وطنه يقول له لا ده الدولة دي كذا واحد بيقوله أن النظام الحالي الحكم في مصر ده هيخرب البلد أي كلام طويل الأجل بيحط لك حقنة مسممة تقعد معاك عشرين سنة عملت شك شغال دي اسمها شائعة طويلة الأجل أو استراتيجية النوع الثاني شائعات تكتيكية بتستهدف مجموعة ناس وليكن مثلا فئة معاناة الإعلاميين مثلا يقعد يشك في الإعلاميين في القوانين وغيره المعلمين الأطباء الصيادلة المحامين يبدأ يعمل شائعة بتخص فئة من الناس أو منطقة من المناطق في وقت من الأوقات لتحقيق غاية من الغايات بشكل مرحل يبقى هو يا جماعة ده علم علم الشائعات ده والله إحنا مش بنقلف يقول لك كل كلام عندك شائعات وإخوان وتركيات عالجوش غير كلام ده يا سيدي مورنا شغير كلام ده عشان ده الخطر اللي علينا عشان نشتغل هو تقول لي ما تشوف البلد واحد يقول لي يا عم تكلم على البلد انت عملت كلم على الإخوان وتركيا وقاطر وتكلم على المخططات تكلم على البلد البلد فيها ايه البلد فيها شغل البلد فيها كتايب بتشتغل ليه ونهار البلد فيها ناس قسمان بالله ما بتنام البلد فيها مشروعات بتشغل كل يوم وشفتوا الكلام خلال الفتر اللي فاتت وهتشوفوا خلال المرحلة القادمة يعني الجبهة الداخلية شغالة لكن للأسف مش لقين ناس تتكلم تقول اللي بيحصل قال احنا بنحاول وفيه هجمات من برة بنحاول نواجهها ونقول فيه هجمات من برة ونشرحها للناس ولا تكلم يقول لي انت بتطبل يا سيدي انا بتطبل يا سيدي انت بتقول انا الإعلام بتاع الإخوان بقالهم من يوم الأربع اللي فات من الأربع بقالنا يومين لغاية النهاردة قسمان بالله يعني يعني كمية الشتائم والألفاظ البذيئة ألفاظ لا يمكن كنت أتخيل وانا صغير وانا في فترة الصبا والشباب وغيره ان ممكن حد يشتمل حد لم أكن أتخيل ان واحد وبص على البروفيل بتاع بتستهوين اشوفت مين اللي بيشتم يشتمة دي اخش لقى اعلامة الصلاة كده والدقن كده واقف في أسطال الكعبة وقول يا رب خشوا شوفوها أنا الفاظ أنا أنا مش عايز طبعا مش ممكن هقولها استحالة ولا هي موجودة على صفحة على صفحة البرنامج او موجودة على تويترا بالتحديد بيكلم كلام لا يمكن فيه بشر يتحمله او فيه بشر يتخيله كلام كل الشتائم مش قادر تكلم والله لكن وخش اشوف مين اللي بيقول على ايه واحد قاعد رفع ايه ديقول يا رب واحد لابس اللبس بتاع الاحرام واحد طبعا كلهم حطين ربع وزفتوا وعلى أدنقهم لكن انا بقول ايه التناقض ان واحد بيقول يا رب وبيشتمش تيمة كلها بالأعضاء التنسلية ايه رأيكم مفيش واحد هل الدين علمكوا كده هل رسول الاسلام رسول البشرية علمكوا ان انتوا تبقوا سفلة السفلة جبتوها منين من اين جاء الاخوان بهذا الكم من السفالة والاسفاف والله تاني هذه الغضبة ليست لشخصي فانا كنت اقرأ الشتائم والسباب بالامس وانا اضحك ضحكة من القلب تعرفين ليه انا تصدقت بعرضي لله